السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اختبار الفصل الاثناشر صفحة 215 اول سؤال اوجد محيط كل مضلع اتفقنا ان محيط المضلع هو مجموعة اطوال اضلع يعني هذا مربع بنجمع الاطوال 15 وهذا 15 وايضا هذا 15 كل الاضلع متساوي ده القانون العام محيط اي مضلع مجموعة اطوال اضلع بدل ما نكتب كل هذا بنستبدل افضل ان قانون محيط مربع المضلع طول الضلع اللي هو 15 في اربعة لان 15 متقرار اربع مرات 15 في اربعة هي اطلع الناتج كم ستين يبقى المحيط هنا ستين سنتيمتر فقط ستين سنتيمتر المحيط عبارة عن طول واحدة طولية الشكل اللي جنبه مستطيل ايضا القانون العام نجمع الاضلع كلها اربعتاش ازاد هذا اثنين وعشرين وايضا هذا اربعتاش يسوي المقابل له وهذا اثنين وعشر يسوي المقابل له فبدل ما نكتب كل ده بنجمع اربعتاش اثنين وعشر و Pink وندبله يعني نضرب ثقام في اثنين يعني طول زاد العرض مضروف في اثنين اربعتاشر زائد اثنين وعشرين ستة وثلاثين 36 لو ضربناه في 2 يبال ناتج 72 يبال محيط 72 متر تريد مريم أن تخيط شريطا ملونا حول إطار صورة طول الإطار يعني 12 سنطي وعرض 10 سنطي يعني الإطار عبارة عن مستطيل هذا 12 طول والعرض 10 أي الأطوال الأشرطة التالية تكفي لتزيين الإطار حيث يتبقى منه أقل طول ممكن طيب يعني هو يحسب محيط الإطار هذا ونشوف من من الاختيارات هذا قريب للمحيط طبعا محيط الشكل ده زي ما عملنا هنا المحيط الطول زياد العرض 12 زياد 10 22 22 لو دبناه أو ضربناه في 2 يبال محيط الصورة يطلع 44 سنطي من في الاختيارات هنا ينفع يحيط ينفع يكفي للمحيط يكون 44 سنطي متر ربع متر يعني 25 سنطي ما تصلح وهنا ثلث متر يعني 33 سنطي تقريبا ما تصلح نصف متر يعني 50 سنطي الخمسين سنطي يكفي تعمل الإطار اللي هو 44 سنطي ويتبقى شيء بسيط اللي هو حوالي 6 سنطي مشيء لكن واحد متر يكفي لكن هيتبقى يكتير احنا عاوزين اقل بحيث يتبقى اقل طول ممكن يبقى هنختار الاختياري رقم جيم اللي هو خمسين سنت متر او اللي هو نصف متر يعني خمسين سنت متر او اللي هو نصف متر طيب اوجد المساحة المساحة بنضرب ضلعين متجاورين بنضرب ضلعين متجاورين سواء مستطيل او مربع في المستطيل بنقول الطول في العرض اللي هي 8 في 5 بسواء 40 سنت متر مربع ولو كان مربع بنضرب برضو ضلع في نفسه 6 في 6 36 متر مربع قدر مساحة الشكل احنا نقول التقدير بنعد المربعات الكاملة بنعد المربعات الكاملة الاول واحد اتنين تلاتة لهذا مو بكامل طيب بنعدها تاني واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سابعة تمانية تسعة عشرة 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 كاملين خلينا فاكرين عشرة مربعات كاملة وبعدين نعد الكطعة اللي باجه كلها ونقسم على اتنين يعني هذه قطعة واحد وهذه قطعة اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمن قطع يعني يعمل له مثلا ايه اربعة مربعات يعني تمن قطع يسوي ايه لو جسامنا تماني على اربعة يبقى ايه تماني على اتنين اربعة عشرة واربعة يبقى اربعة احتاشر يبقى التقدير اربعة احتاشر ممكن يزيد شوية او يجل لكن احنا بنقوله قدر 14 وحدة مربعة ماشي نستكفي بهذا القدر ونترك لكم السواء الرقم 7 واجب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته